طيب في نوع تاني برضو من أنواع اليميون هيمولاتيكانيميا بس اسمه آلويميون آلويميون معناها الانتيبودي اللي هيطلع بريديوزد باي وان انديفيدويلز ريكت وزالت سيل اوف دا اناذر انديفيدويلز حد مثال دا ما شايفين في الصورة اللي هي الأم والجنيد الجنين دا شخص والأم شخص آخر فلو كان في اختلاف في فصائل الدم بين الأم والجنيد زي ما شايفين كده عندنا في فصيلة مهمة جدا اسمها الار اتش الار اتش لو كان الجنين ار اتش بوستف داخل الرحم والأم ار اتش نيجاتف الدم بتاعها ايه اللي هيحصل لو في شوية من خلايا الجنين عدت من البلاسينتا المشيمة وراحت على الدم بتاع الأم الجاز بناها يتعرف عليها على طول على الخلايا البوستف ديت ويكون لها أجسام مضادة الأجسام المضادة دي ممكن تعدي تاني ترجع تاني من البلاسينتا تدخل جوه عند الجنين وتتفاعل مع الار اتش دي ان مرض تكسير خلايا الدم الحمراء للجنين او للمفروض انه هو الطفل الحديسي لولادة اللي هيتولد عضودي فنقول عليها اتش دي ان مرض مشهور جدا هندرسه بالتفصيل في مقرر بنك الدم ان شاء الله طيب زي القصة دي بالزبط ممكن لو نقلنا دم خاطئ لان دم خاطئ فبرضو هنلاحظ ان المستقبل اللي هو زي الأم بقى في المثال اللي فات مستقبل الدم هيكون أجسام مضادة ضد غلايا الدم اللي هي غريبة عنه فورن عنه فبنقول عليها ابي هو انكمباتابول بلوت يحصل هيموليتك ترانسفيوجن ري اكشن اتش تي ار ممكن القصة دي تتكرر مع زراعة الأعضاء اسمها قال وجه لك ترانسفانتيش لو ما كانش فيه توافق بين اللي هو المتبرع وبين الريسيبيينت